كشفت أكاديمية البحث العلمي عن حصول مصر على المركز الخامس والخمسين عالمياً في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير وفقاً لتقريض مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 من بين 132 دولة ذكرهم التقرير يحتل مؤشر الباحثين لكل مليون نسمة المرتبة الخامس والخمسين ويحتل مؤشر الانفاق على البحث والتطوير المرتبة الثانية والاربعين كما صعدت مصر في أفضل تصنيف عالمي كيو أس ثلاث جامعات إلى المركز التاسع والاربعين بعد أن كانت في المركز الواحد والخمسين عام 2022 وصعدت أيضاً مكانين في مؤشر التعاون بين الصناعة والأكاديمية في مجال البحث والتطوير لتصبح في المرتبة الخمسين في العالم بالإضافة إلى أن مصر قد صعدت ثلاثة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الماضي وتحتل الآن المركز السادس والثمانين على مستوى العالم